اضافة النجمة السادسة على التوالي والاحتفال مبكراً باللقب السادسي توالياً هذا المساء لقب الدوري الموريتاني لكرة القدم يزف شمالاً قبل خمس جولات من نهاية سباق الدورية إذ حسم النادي البرتقالي أفسان وذب اللقب لصالحه بفوزه في آخر مباريات الجولة الحادية والعشرين على نادي تفرق زينة بهدفين لواحد لمباراة كلاسيكو الدوري الوطني لكرة القدم ليوسع بذلك الفارق مع ذاني الترتيب نادي الشمال إلى 16 نقطة واصلاً بذلك إلى النقطة الثامنة والخمسين في ريادة الترتيب مباراة اللقب حسمها أفسان صالحه بتسجيل هدفه الأول عند الدقيقة الثامنة عشر عن طريق اللاعب أماد ساو قبل أن يضاعف زميله ياسين الشيخ الولي النتيجة عند الدقيقة الخامسة والأربعين من ركلة فرات مباشرة نعم الهدف الثاني الله ياسين الشيخ الولي في آخر لحظات الشوطي ليذلل المال موسى سيسوكو الفارق لتفرق زينة في آخر أنفاس اللقاء أخيراً يبتسم موسى أخيراً يبتسم سيسوكو أخيراً يقلص الفارق اللقب هو السادس ليفسان واذيبو توالياً بالسنوات الست الأخيرة والحادي عشر في خزائن النادي البرتقالي هيمنة واذيبو كانت حاضرة أيضاً على مستوى قائمة الهدافين فلقب هداف الدوري شبه محسوم لمهاجم الفريق حمي الطنجي بعشرين هدفاً متبوعاً بسميله في الفريق سيديمون عمار باثني عشر هدفاً وشهد الدوري الوطني هذا الموسم منافسة شرسة في النصف الأول منها بين فريق الشمال وحامل اللقب نادي أفسان واذيبو قبل أن يتراجع مستوى نادي الشمال في النصف الثاني من الموسم ويخسر عديد النقاط منافس أفسان واذيبو التقليدي نادي تفرق زينة عرفت نتائجه بداية الموسم تذبدباً قبل أن يتعافى في النصف الثاني منها الأمر الذي جعله يحتل المركز الثالث مع تبقي خمس جولات على نهاية الدوري فيما بدأت ملامح المغادرين تتشكل إذ يقبع كل من نادي ترارزا ونادي الشرطة ثاني أكثر الأندية تتويجاً بلقب الدوري في قاع الترتيب جولات القاتمة سيتحدث ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر